تعالوا شوفوا المفاجأة بقية الخلطة هزود عليها عصير لمون كده وهزود عليها ملح تاني شوية ملح كده دي الخلطة اللي خد منها للكبدة وخدنا منها للفلفل عطيت ملح وكمون وقصبرة وعصير لمون وقلولي هعمل بيها ايه مين يفكر مين يفكر هنعمل بيها ايه مين اللي بتقول كده بص يا رحاب نص الإجابة صح هنخلل بيها تماطم هتتحط جوه الساندويتش بصوا استاذ احمد دول ينهرب يد بصوا بقى هنقطع التماطم نشيل بس الحتة دي وهنقطع التماطم كده كده تخينه كده شوية عشان هتتحط الله الله الكبدة النهاردة الكبدة المست كوفي وصلت العريش حبيبتنا مين التماطم يا سلام يا سلام التماطم دي عايزة بصي تكليها كده حاف كده على طول يعني من جمالها ناخدها بقى بعيد كده عن الخلطة لو تفضل منك تماطم بعد ما قدمت الغداء النهاردة وتفضل تماطم دي لازم تتشال في التلاجة لان دي ملهاش يعني عمرها قصير يا امه اعملي شوية صغيرين على قد التقديم على طول بصوا كده ولو عندك بقى ايه برضو بتنجان مقلي نزليه على طول في الخلطة دي عندك فلفل مقلي نزليه في الخلطة مش هيقول لأ كده يعني خلطة دي النهاردة وعملي بيها كل حاجة طعاملك اي خضر يتحط فيها كده وكان عندي كمان هنا فلفل مقلي هنزله برضو فيها برضو يتعامل كده مع السن ده وتشات اهو بصوا فلفل حمي مقلي برضو هنزله هنا كده في الخلطة اهو بالشكل ده غطسيه كده وتطلعيه على طول هيطعم على طول مع الخلطة اهو كده اشتركوا استقاط لنشف بشير